تحية لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقر التوقعات الأبراج لابتداء من الأسبوع الأخير من شهر نيسان 2024 وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل عم تسعى لتحصيل بعض المبالغ أو المكاسب المالية ومن المحتمل أنك تعاني من بعض التأخير بسبب الإجراءات يلي ما كنت عندك خبر فيها بالإضافة لرغبة بالسفر تبدو قابلة للتنفيذ قريبا ولكن كمان بدنا نقلك دير بالك من الآل والإيل والسرسلات الكلمية اللي عم بتدور حوالك وانت ما عندك خبر فيها عاطفين عم تشعر بأنك أسير عواطفك تجاه الشريك ومن الضرورة تقول الصراحة بكل شي عم بتعيشه معه فالحب مش مصدر ضعف أبدا لا لقلك ولا لقله ولكن علاقتكم سوا بحاجة للفطفضة والتقارب الجدي بين الطرفين وما تسمح لأي طرف تيلة يفوت بخصوصيات علاقتكم سوا مولود برج التور ممكن تعاني من بعد التوتر النفسي بسبب بعض الأشخاص أو الزملاء اللي عم بيحاولوا يقفلوا عليك الطريق ولكن رح انطمنك من الناحية الفلكية ونقلك انت ماشي صح فما تخاف أبدا بالإضافة لاستكمال أمر كان توقف عندك لفترة وقرار السفر عندك أصبح قريب جدا وقابل للتنفيذ عاطفيا عم شوفك جاهز لتصحيح بعض الأخطاء البسيطة يلي كانت السبب بتوتير العلاقة مع الشريك بالإضافة لبعض الترتيبات الجديدة يلي عم تفكر تفاجئ شريكك العاطفي فيها فكأنه فيه مسافة جغرافية ما بينك وبينه كأنك حتتخطى هيد الأجواء ولا ربما تلاقي حالك قدامه فجأة مولود برج الجوزاء مغامرة مهنية أو خطة جديدة عم بتفكر تبدأ فيها ومن الضروري إلك تنتبه من بعض الزملاء يلي حواليك وخليك تتوم على إسرارك المهنية على قد ما بتقدر وخصوصا أنك قادم على تغييرات إلى علاقة بموقعك أو بوظيفتك أو بمسؤوليتك أو حتى بمشاريعك الخاصة وخصوصا إلك فترة طويلة أنت عم بتعاني من الحسد والعين يلي عم بوقف لك أعمالك أو حتى عم بخلي أنه أي أمر لإلك ما عم بكمل للآخر عاطفيا مواضيع حياتية كتير عم تشغل بالك ومع ذلك تبدو فرص البدء بعلاقة جديدة ممتازة وخصوصا عند الراغبين بالأمر وأما المرتبطين رح تجمعكم ظروف حلوة مع الشريك وفيه أرار عقاري بانتزاركم كأنه عينكم على عقار وعم تسعو لتحقيق هذه الخطوة مولود برج السرطان يلي مرت فيه مكان سهل أبدا بالفترة الماضية بالفترة الماضية ولكن فين تطمنك أنه الأوضاع عندك قابلة للتحسن ولو بشكل تدريجي بالإضافة لمتابعة بنكية أو إجراءات إلى علاقة ببعض التفاصيل المالية عاطفيا تلميحات الشريك إلك منا بريئة أبدا ورح تجبرك على تطنيش الرد المطلوب منك وبذات الوقت عم بتفكر بالتدبير أمورك العاطفية معه على طريقتك فرص حلوة ومن الضروري أنهم يعرفوا كيف يستفيدوا منها وخصوصا يلي أطعيم بخصوم عاطفية بخلاف عاطفة أو حتى العزبين أو حتى اللينويين أو الرغبين بالارتباط مولود الأسد استمرارك بالبحث عن الأفضل رح يتطلب منك مجهود إضافة قبل الانتقال لتحقيق النتيجة المتوقعة بالنسبة لك والأغلبية منكم داخلين على وظيف جديد أو منصب جديد أو منصب جديد ولا ربما كمان ترئي بالعمل وممكن كمان تعاني من منافسة من منافسة أحد الزملاء ببعض التفاصيل أو يزعجك ببعض التفاصيل بالإضافة لمتابعة دقيقة بتخص بعض الأوراق أو لمعاملات القانونية أو المالية عاطفية نتخطيت مرحلة الاستنفار العاطفي أو الهجوم العاطفي مع الشريك وكأنك عبتنتظر مبادرة منه وخصوصا أنه أصبح شريكك العاطفي جاهز للتجاوب معك بشكل مباشر ولكن الأمور المالية أو المسئوليات اللي بتطلب منه تقديم الحلول المتبطة فيها ممكن أنه هيك تلاقيه شوي عم بيطنش أو عم بتهرب مولود ده برج العزراء فرص البدء بوظيفة جديدة أو الدخول بمجال جديد تبدو ممتازة ولكنك رح تحتاج لوقت إضافة لتقدر تتأقلم مع الأوضاع الجديدة وتوقع دعم من جهة معينة رح تساعدك على إنجاز أو تخليص بعض الأوراق الضرورية عاطفيا ما عم تعرف تتصرف مع الشريك بالرغم من أنك حريص على دعمه ومساندته وأنت شخص حسيس جدا في الحب ولكنك ما عم تعرف كيف تعبر عن مشاعرك وهذا الشي عم بيخلي الوضع الحالي بيناتكن مشكلها الأد مولود ده برج الميزان التغيير بيحتاج لخطوات جريئة وسريعة فأنت ابتدت تعرف طريقك المهنة ولكنك واقف بمكانك ومن المتوقع يحصل تواصل ما بينك وبين جهة تعاونت معه أو اشتغلت معه بالسابق بهدف ترتيب بعض الخطوات المستقبلية عاطفيا التبدل المفاجئ يلي حصل بحياتك العاطفية خليك نقزان وخليك غير مستقر بالشكل الكافي فبدي طمنك وإلك أن الوضع ما رح يبقى هيك أبدا بالفترة القريبة بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك مولود العقرب كل خطوة محسوبة عليك من الناحية المهنية ونصحتنا إلك ما تسمح للتعائدات المفتعل ضدك أنه تأثر عليك أبدا ومن المتوقع تنكسر حالة الجمود والحصار المالي يلي عم بتعيشه حاليا عاطفيا بداخلك شعور عميء بالحزن ومش قادر تفكك أو تفكفك العقد الأساسي يلي موصلتك لهيد النتيجة وخصوصا عند الأغلبية منكن وأما البعض الآخر فتبدو فرص الارتباط والتقارب مع الشريك تبدو رائعة جدا بحال اشتهدته على الأمر أو حتى قدمته خطوة لقدام تجاه شريككم العاطفة مولود برج القوس تخطيت أجواء الضياع المالي والظروف الصعبة وجاهز للتفكير بخطة جديدة تساعدك على استرداد حضورك المادة بشكل أقوى ومن المحتمل تلهيك بعض المشاكل العائلية يلي افتكرت حالك أنك تخلصت منها عاطفيا كل شيء حواليك عب يمنعك من الوصول لواقع عاطفي مستقر وبذات الوقت عم شوفك مرحب بالتغيير وبعملية التخلي عن الماضي بكل سلبياته وبكل مشاكله الأسي مولود ده برج الجري طموحك المالي رح يخليك تفكر بطريقة جردية أكتر ورح تتقرب من شخصية لها نفوذها بالحياة ورح تكون سبب بتغيير لكتير من القصص بحياتك المهنية والحياتية بالإضافة لقرار بالسفر ما رح تتراجع عنه عاطفيا الفترة القدمية رح تفتح لك المجال لتحكي كل يلي بقلبك للشريك ورح تلتفت أكتر لإصلاح كل الظروف يلي كانت السبب بتوتير الأجواء ما بينك وبينه والطابع أصبحت بملعبك لتقرر مصير عائلاتكم سوا مولود ده برج قدلو عم تتعامل مع عقلية مهنية من الصعب أنك تتأقلم معها بسهولة ولكنك مجبر عليها بالوقت الحالي وخصوصا أنك فاهم باطن الأمور وخلفياتها وهي ده الشيء اللي مخليك ناجح بتغيير الوقائع لصالحك فعليا عاطفيا خطوة المصالحة والتقارب مع الشريك خطوة ممتازة ورح تساعدك على الفتفضة وتبادل المشاعر بين الطرفين ولكن دير بالك من الطرف الثالث يلي رح يكون واقف بالنصبيناتكم بالوقت الحالي وآخر الأبراج معنا مولود برج الحوت عزيز الحوت عم شوفك مهتم بجمع المعلومات المرتبطة بوضع مهنة جديد وبذات الوقت رح تشتغل على واسطة معينة أو وساطة معينة بهدف كسر سلبية الجو الحالي يلي عم بتعيشه حاليا بالإضافة لإنجاز إلو علاقة ببعض الأوراق الضرورية عاطفيا عم شوفك كمانة مهتم بترك انتباع محبب بقلب الشريك وكأنك ما فقدت الأمل أبدا بالعلاقة معه وبعدك رابط مصيرك بمصيرك العاطفي بأرار جريء من عنده هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية ابتداء من الأسبوع الأخير من شهر نيسان 2024 ولكن على بالهم يعرفوا أكتر شو مخب بالهم الحظ الأسماء الأرقام وإذا كان اسمهم وأسم والدتهم بيتناغم مع خرطتهم الفلكية أو مع تاريخ ميلادهم وكمانة حتى مع الساعة الفلكية اللي هني خلقانين فيها ففيكن تحكوني وتتواصلوا معي إذا كنتوا حابين تعرفوا أكتر عن حياتكم المادية العاطفية المهنية وكل الأشياء بتخص حياتكم ومستقبلكم فيكن تحكوني على 0961-777-586 والرقم الثاني اللي هو 0961-777-887 أنا جمعنا وهي ببداعكم بقلكم أتضلكم بألف خير وبي باي